فرض الحجر المنزلي بفعل فيروس كورونا المستجد الكثير من التداعيات على الناس فالجلوس في المنزل لفترات طويلة دفع الناس إلى تناول الطعام بشكل كبير وهو ما قد يؤثر على زيادة الوزن لسيما في ظل الخمول وعدم القدرة على ممارسة النشاط البدني مدام الخروج إلى الأماكن العامة أمرا محظورا أو مقيدا في أغلب دول العالم خلال الفترة الحالية الحجر المنزلي وعلاقته بزيادة الوزن هو محور حديثنا في هذه الفقرة مع دكتور محمود الشيقة علي استشاري التغذية العلاجية وطب الأعشاب أهلا وسهلا فيك معنا دكتور محمود يصعد صباحك أهلا وسهلا صباحك وكل المشاهدين في البداية بالتأكيد نتمنى السلام عليك والجميع وحديثنا في هذه الفقرة دكتور محمود عن علاقة الحجر المنزلي بزيادة الوزن كتير اسمعنا آخر فترة ناس بيشكوا من زيادة وزنهم ناس متخوفين أصلا من زيادة الوزن وكوميديا كتير انتشرت حول هذا الموضوع ما علاقة زيادة الوزن بالحجر المنزلي؟ وبداية الحجر المنزلي وفر كل مبررات زيادة الوزن لأننا لو نقول ما هي أسباب السمنة مع العلم أن السمنة هي خطيرة وفي نفس الوقت تكون سبب لملايين من الوفيات على مستوى العالم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حتى يكاد أن يطلق عليها وباء لكن حقيقة لو بنجي نشوف ما هي أسباب السمنة بشكل عام نلاقي نسبة كبيرة من أسباب السمنة هو خلل سلوكي بمعنى الاكثار من تناول الطعام وهذا موجود في الحجر المنزلي قلة ممارسة الرياضة وهذا موجود في الحجر المنزلي الحالة النفسية وهي موجودة بشكل كبير عند كثير من الناس حديدا النساء في حالة الإحباط أو الملل أو القلق وتلجأ إلى تناول الطعام إذن الحجر المنزلي وفر كل مبررات زيادة الوزن والسمنة حتى للإنسان اللي ممكن يكون مش ناصح لا بدأ يزيد وزنه في هذه الفترة أنه بنحكي عن 2 مليار شخص على مستوى العالم تقريبا موجودين في بيوتهم تحركاتهم محدودة إلا تكون معدومة في ظل أجواء التوتر والقلق والأخبار المتواترة من فينة إلى أخرى عبر السوشيال ميديا تدعو إلى حالة من الإحباط وبتخلي الإنسان خلاص أنه يفقد الأمل ويفقد السيطرة على حاله وشيء طبيعي أنه أبسط شيء أنه نفيش شغلنا فيه بين قوسين هو الأكل هو المتوفر حاليا أيضا داخل المنزل فيه مثل بيقول أسهل شيء نقدر نمزعه للغيف يعني للغيف سهل أنه الواحد أو الخبز أو الأكل أسهل شيء أنه الواحد يفيش شغله فيه طيب الآن دكتور محمود يعني ناس كتير بيسعوا ليعرفوا كيف نقدر نضبط هاي الحالة وأنت أطلقت بالأمس تحدي ضايت من البيت نتعرف أكثر على تفاصيل هذا التحدي وكيف ممكن يساعد الناس على أنه يحافظوا على وزنهم خلال فترة الحجر المنزلي طبعا كون نحن مركز ابن النفيس يعتبر من أكبر المراكز على مستوى الوطن ولدينا خبرة واسعة في هذا المجال الأكثر من عشر سنوات وتبعنا عشرات الألاف من الحالات طبعا عبر صفحتنا على الفيسبوك والوسائل للاتصال المتعددة بدأت بالفعل الناس تشكوها سواء من فلسطين أو خارج فلسطين فكيف إحنا بدنا نحل هذه المشكلة يعني فإحنا رحنا فكرنا بمبادرة جماعية سميناها تحدي الضايت من البيت هذه الفكرة أجت من خلال مطالبة الكثير من الناس في هذا الموضوع أنه أنا كل يوم بنزل برنامج غذائي موجود هذا البرنامج على صفحتنا على الفيسبوك بعنوان مركز ابن النفيس النباتات الطبية والمكملات الغذائية أي شخص بمكانه أن يدخل على الصفحة ويتابع الأنظمة طبعا اشترك بالتحدي مجاني طبعا مجاني على مستوى وطن العربي على أي مكان صحيح والحمد لله يعني تخيلي إحنا المبادرة لسا مبيرح أطلقناها وأنا كنت مستعد لأنه بعرف راح كتير من الناس راح يشتركوا فيها لعند قبل ما ادخل على الستيديو صار في عنا 7000 مشترك على مستوى الوطن العربي كل يوم بنزلهم برنامج الساعة السادسة مساء بخلوهم يقرؤوه الساعة التاسعة مساء بطلع لايف مباشر للإجابة على أي سؤال هم حابين يسألوه في مجال التغذية في مجال الضايت والحمد لله يعني في الفترة الفاتت برضو استعدادا جندنا جزء أو من أخصائي التغذية لإجابة على الكمل الرهيب من الأسئلة والاستفسارات حبيت أنه يكون النظام هذا نظام بسيط يعني يتوافق مع الوضع الاقتصادي طبعا اللي بنعيشه سواء في غزة أو في أي مكان بحيث أنه الأكل يكون متوفر في البيت وإحنا بنعتمد بالأصل في أنظمتنا الغذائية على نظام البدائل الصحية يعني كيف أنه أنا يعني ما يكونش النظام عائق بينه وبين النزول زائد أنه إحنا بننزل بعض الرياضات نواع رياضة المختلفة على الصفحة على أساس اللي مش قادر يطلع ممكن يمارس بالبيت اللي بيقدر يطلع يعني رياضات بسيطة وهذا النظام فاميلي يعني ونظام عائلي يعني ممكن وأي شخص يعني حاولنا أنه إحنا يكون النظام هذا قابل للتطبيق سواء حتى للمرضى يعني مريض السكر مريض الضغط الإنسان الكبير بالسن الست المرأة المرضى إلى آخره بحيث أنه يكون النظام صحي وماشي بضمن خطة يعني اليوم الأول في كذا وكله طبعا متراكم لأنه إحنا بأمس الحاجة كمان في هذه الفترة إلى تدعيم جهاز المناعة يعني مش بس أنه أتأكد لأنه السمنة تؤثر بسلب على جهاز المناعة الصمنة معناه تضعف جهاز المناعة نهيك عن الأكل السيء اللي إحنا ممكن ناكله يعني يمكن أحكي لك شيء إحنا من خلال مشاهدتنا للتلفاز وهجوم الناس على السلع الغذائية للأسف جزء كبير منهم يتجه نحو الأكل السيء وكأنه أنه هذه عبارة عن حرب بيننا وبين عدوه وهذا الكلام الصحيح إحنا عدونا مجهول وعدونا بيستغل ضعف جهاز المناعة عندنا مثلا تناول المعلبات والمشروبات الغازية يعني هذا مره مكان أكل صحيح حتى المعلبات هي بالأصل وجدت يعني كحالة للطوارئ يعني عشان الإنسان ما يموتش يعني يكون الملاذ الأخير عنده مش أنه أنا أكون قاعد بالفعل وبالذات في ظل وضع أنه إحنا بحاجة أنه إحنا نقوج هذه المناعة يعني دكتور فعلا إحنا لحظنا في الأولى الأخيرة وحسب أيضا لقاءات سابقة أنه الناس بدل ما يتجهل الخضروات والفواكه يتجهل إلى اللحوم والمسليات والمعلبات والمعلبات كما تحدثت والمشروبات المصنعة وما إلى ذلك وهي ما تؤثر على المناعة وتؤثر على زيادة الوزن وهذا موضوع حديثنا لهيك يا دكتور يعني قبل ما أنتقل للحديث معك عن باقي تفاصيل زيادة الوزن خلال هذه الفترة بس بدي أسألك بخصوص التحدي هل هو يلائم جميع الأعمار جميع طبيعة الأجسام هل يمكن لجميع المشاركة في هذا التحدي؟ صحيح ولكن بالظل هو يعني نسبة النزول رح تختلف من شخص إلى آخر يعني في ناس لأنه حسب الوزن لأنه في معايير هو الوزن والإرادة واستجابة الجسم يعني في ناس مثلا بالأسبوعين هدول ممكن ينزلوا كيلو بس في ناس ممكن ينزلوا خمسة كيلو تمام حسب طبيعة الجسم لكن إحنا حقيقة بنحاول أن احنا ننشر أفكارنا من خلال هذه البرامج الصحية ونظام البدائل الصحية شو يعني بدائل؟ اليوم من خلال برضو تجربنا السابقة كلمة رجيم هي كلمة مقلقة وكلمة مزعجة لأنه احنا ارتباطنا رجيم بالحرمان عشان هيك نسميناه نظام البدائل الصحية شو يعني البدائل؟ لأنه ممكن أي واحد من المشاهدين الكرام يفتعى على جوجل ويطلع أي برنامج رجيم ويمشى عليه الموضوع مش أنه أنا أضعف الموضوع طيب شو بعد ما أضعف؟ يعني معظم الدراسات بتقول أنه أكثر من 8% من البضعف وبرجعوا يزيده الثاني لأنه هو بالأصل كان ماشي على نظام غلط مش موفر فيه الاحتياجات اللي بيحتاجها للإنسان الغير أساسية بمعنى كنا بيجعب لنا شوكولاتة وبيجعب لنا إشي حلو لكن إحنا على مدار سنوات كنا نشتغل على إيجاد بدائل يعني كل شيء بيحبون الناس نبدأ نبحث كيف نوجد له بديل بدون حرمان أشكرك بدون حرمان يعني مثلا الشوكولاتة يمكن هذه المنتجات مش متوفرة في خارج فلسطين لأنه إحنا بس منصنحها عنا في فلسطين إن شاء الله ممكن في المستقبل نصدرها بس ربنا يفرجها يعني مثلا سواء الخبز في عنا خبز قمح كامل وهذا طبعا أخذ وقت كبير عبا ما قدرنا نعمله بطريقة معينة مثلا الشوكولاتة الحلاوة كل شيء بيحتاجه الإنسان وإن كان هو غير أساسي خد إبالك ولكن هذه نفس يعني اليوم أنا لما أكون محروم من الشوكولاتة ومحروم من الحلاوة ومحروم من كل هذه الحاجات أو حتى الخبز مش هقدر أتحمل يعني أتحمل شهر شهرين ثلاثة طب وبعدين هلقع حالي هبدأ أنهار وإذا حدث الإنهيار برجع الإنسان أكتر من الأول وممكن تظهر عنده السمنة بشكل مفرط ودائما كل ممنوع دكتور مرغوف فإحنا إذا منعناه طبعا حيزيد الإقبال عليه حتى لو هذا الشخص اتحمل شهر شهرين رح ينهار في الآخر فإحنا بنحاول في هذه الأنظمة أن نوفر البدائل والبدائل هذه مشرط أنه أنا أكلها بمعنى يعني مثلا لما أنا أقول مثلا شوكولاتة معينة بدون سكر أو مثلا محل السيفيا اللي إحنا نتبنى بديل عن السكر لأنه مشرط ممكن مشربوش ممكن ماكل الشوكولاتة بس لما أنا بشوفها أنه هي مسموحالي أنا برتاح نفسيا لأنه الموضوع نفسي لما أجي أقول لك مثلا بكرة بنعمل فت بالطريقة الفت كويس هو إحنا عندنا مبرمج في العقل الباطني كلمة فت لأنه ممكن مثلا نستخدم خبصاج نستخدم مثلا نشيل الجلد عن الدجاج كذا هو في الآخر نفس الفت أو نفس المسمى فأنا بقى أتقبل الفكرة وأن كان الطعم رح يتغير شوية لكن أنا ما لغيته صحيح أنه هي كلمة أنه أنا ممنوع هنا الكارثة فمن خلال الأنظمة هذه بنبدأ ننشر الفكرة الصحيحة ونستثمر هذا الوقت لأنه هذا استثمار فرص يعني زي ما في ناس في كورونا قاعدين باستثمره اقتصاديا وتجاريا نحن نستثمر تعزيز المفاهيم الصحية والتغذوية نحو العالم لأنه العالم كله الآن آمن إيمان مطلق أنه ليس لنا إلا العودة إلى الطبيعة بدليل كل دول العالم الآن دولك المناعة المناعة شو يعني المناعة المناعة مش إبرة أنا بقولها ولا خطة الدفاع الأول هي عبارة عن نظام غذائي بجانب حالة نفسية أنا بعيشها إذن جهاز المناعة عندي قوي وهذا دورنا نستثمر هذا الوضع لكي نعيد البوصلة إلى الاتجاه الحقيقي والاتجاه الصحيح وكمان هذا نداء أنا بوجهه لحكومات الدول الجهاز المناعة زي ما تفضلته وخط الدفاع الأول لذلك يجب أن تعيد تقييمها للمأكلات والمشروبات التي تتناولها شعوبها على أساس أنه حتى فيما بعد لو أصبنا بجانحة أخرى أو بوباء آخر يكون الشعب مناعياً مستعد لهذه الأمراض جيد طيب دكتور الآن المشاهدين بيحضرونا خاصة شريحة النساء والتي هي بتنتشر بناتهم السمنة أكثر من الرجال كيف يضبطون أنفسهم ويضبطون وزنهم حتى لا يزداد خلال هذه الفترة الموضوع بسيط جداً يعني أي شخص حابب يقبل على انقاص وزن أو يصل إلى ميزان إلى يعني بنسميه إحنا وزن صحي وليس وزن مثالي لأنه ما فيه شيء اسمه وزن مثالي أول شيء الحالة النفسية الحالة النفسية لازم أنا أعزز ثقة بنفسي أنه أنا راح أضعف بغض النظر عن الظروف المحيطة أهم شيء الجانب نفسه يكون في عندي هدف واضح يعني كل ستة الآن تروح طول مثلاً بانطلون أو أي شيء حابة تلبسه أو ما بدخل فيها وتحطه بس قدامها هذا بيبدأ بعمل حالة من التحفيز وتذكير مستمر زائد بعد هيك بيجي النظام الغذائي النظام الغذائي ثلاث حاجات نبد عنهم إحنا بخير نبد عن السكر الأبيض ونبد عن الخبز الأبيض ونبد عن الدهون المهضرجة والثلاثة لهم بدائل الدهون إيش أنا بقصد الدهون يعني نشيل جلد الجاج قبل الطبيق والدهن عن اللحمة قبل الطبيق مش لأنه مضرة لأنه إحنا يعني مش محتاجينها في هذا الوقت إحنا بدنا نقلل من نسبة الدهون وحتى الزيوت زي زيت الزيتون وغيره بدنا نحاول أن نقلل وأنه في الآخر هذه الدهون الخبز الأبيض نستبدله بالقمح ويفضل يكون صاج وطبعا ليش صاج لأنه نسبة السعرات أقل ونسبة المية أعلى وبدأ دينا حالة من الشبع وقمح مش شعير تمام الشئة الرز نحاول نستبدله بالبرغل اللي هو تراثنا القديم أصلا لأنه سعراته أقل وبيعمل حالة من الشبع محل الستيفيا كمحل طبيعي وآمن وموجود عندنا في المولاد في الصيدريات باسم محل نفس كالوري هذه الثلاثة أساسيات موجودة في بدائل عنها اليوم أنا طالما أحافظ على صحتي يجب أن أبحث عن هذه الحاجات هذه القاعدة الأساسية لأن أي أكل بدك تعملي يحطي على المشرح هذه بلدعم الفطير أوكي مثلا على سبيل المثال الفطير إحنا إيش هو الفطير طحين وزيت وسبانخ وطبعا الحاجات الثانية ممكن أنا أستخدم طحين قمح وأرب جوب النشا يعني عساس أنه ما أحط فيه زيت السبالخ ما هو أصلا خضار وكتير مفيد والزيت بدأ حاول أقل القد ما أقدر مثلا أدهن الصينية بقليل من الزيت أو ممكن أحط ورق الزبدة وهيك والطحين نستخدم قمح أو ممكن أحط تلتين وقمح وتلت أبيض إذا كان ناس مش رح يزبط معهم فهيك أنا قللت سعرات حرارية أنا أديت حالي قيمة غزائية أعلى وبنفس الوقت أكلت وانبسطت فأشوف الموضوع هو موضوع بدال كمان أنا بأدعو كل المشاهدين سواء نساء أو رجال يدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك بعنوان صفحة ابن النفيس النباتات الطبية والمكملات الغذائية وفي عنا تطبيق كمان احنا برضو في ننتيجة الوضع طورنا تطبيقي بشكل سريع جدا اسمه تطبيق ابن النفيس من المتجر طبعا هيلاجوا النظام موجود فيه ايضا متوفر التطبيق بشكل مجاني متوفر بشكل النظام موجود على الفيسبوك موجود على التطبيق وبرضو احنا في قطاع غزة لانه في عنا متابعين كتير وانت عارف الوضع شوية صعب وحجر فوفرنا برضو موضوع اللي هو الانلاين المشترايات عبر التطبيق ممكن اي حد يشرق اي من المنتجات تبعتنا واحنا صراحة كمان في هذا الوضع يعني لغينا كتير حاجات مثلا زي الاشتراك والكشفية وانا يعني سخرت حالي طول اليوم للاجابة على الاسئلة والاستفرات يعني هذا جزء من المسئولية الاجتماعية كل انسان بدوره مع التأكيد دكتور محمود على انه احنا مش هدفنا بس انه ننقص وزننا لاجل انقاص الوزن فقط ايضا لانه السمنة كما تحدثنا في البداية تؤثر بالسلب على جهاز المناعة ولهو جهاز المناعة خط الدفاع الاول للفيروسات وعلى رأسها فيروس كورونا حاليا لكن دكتور قبل الختام هل يقتصر هذا النظام الغذائي على او نظام السحل الذي تحدث عنه على الغذاء والاطعمة ايضا بعض الناس ممكن يلتزموا بهذا النظام الغذائي وممكن ما يضعفوا لانه بيعتبروا انه رياضة جزء اساسي فكيف ممكن احنا نمارس النشاط البدني داخل البيت في ظل العزلة وفي ظل انه الاماكن يعني محرمين من النزول الى الخارج او ممارسة النشاط بالخارج ولكن حقيقة انا نصيحة قبل ما نختم بانصح الناس اللي عندهم سمنة كتير ما يمارسوا رياضة نط الحبل بالذات النساء او حتى البنات لانه بأثر على المفاصل صح هي بتحرق دهون ولكن ضرارها اكتر من نفحها وهي تأثيرها على المفاصل لانه تعرف التغذية تبعيتنا سيئة والمفاصل يعني راح تؤثر سلبا لانه كل مزاد الوزن راح بزيد ضغط على المفصل ورياضة الطلوع ونزول الدرج كمان رياضة سيئة نحاول نكتعد عنها بينما نمارس رياضة المشي الركض في المكان لكن للأناس الطبعين يعني ما عندهم سمنة كبيرة ممكن يمارسوا هذا الرياضة وطلوع ونزول الدرج الرياضات اذا كان المفاصل عنده برضو كويسة لانه اهم شيء احنا عنا احنا ليش بنضعف عشان مفاصل واليوم انت عارفت التغذية تبعيتنا سيئة ومعظم العالم عنده نقص فيتاميندال وكالسيوم فما بدي انا يعني امارس رياضة بالمستقبل الدور جسم هذه نقطة جدا مهمة لربما لا يعلمها الكثيرون شكرا جزيلا لك دكتور محمود الشيخ علي استشارة تغذية العلاجية وطب الأعشاب شكرا جزيلا لك شكرا شكرا